وضمن منافسات الجولة ذاتها أخفق أتلاتيكو مادريد في مطاردة الكتالوني بعد أن مني بهزيمة غير متوقعة من قبل مضيفه ليفانتي بهدفين لهدف ليصبح خارج حسابات المنافسة على اللقب وفرط روخ بلانكوس في تقدمه بهدف مبكر لفرناندو توريس بعدما انتفض ليفانتي الذي تأكد هبوطه وأدرك التعادل بوسطة فيكتور كاساديسوس قبل أن يسجل زميله جوسي بيروسي هدف الانتصار في الوقت بدل ضاع